إلى تفاصيل مجددا أهلا بكم أعلن وزيراء الصحة في حكومة كردستان والحكومة الاتحادية أنهما يحاولان تعزيز التنسيق الصحي بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لكردستان من الموازنة العراقية العامة شدد وزير الصحة في حكومة كردستان سمان برزنجي في تصريح صحفية على أن قانون الإصلاح كان قد مر بمراحل جيدة في مكافحة المخدرات والحد منها في الأسواق والأماكن العامة وأوضح أنه ناقش عددا من القضايا الأخرى المتعلقة بالطب والخدمات العامة وتوفير الخدمات الصحية للاجئين مع وزير الصحة في الحكومة الاتحادية ومن جانبه قال وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي أنه خلال زيارته لكردستان بحث عدة قضايا لا سيما موضوع الأدوية والمستلزمات الطبية وكيفية تخزينها وتعزيز القطاع الخاص الصحية وأوضح أن العلاقات بين وزيرة الصحة العراقية ووزيرة الصحة في حكومة كردستان على مستوى عالن من التنسيق الحقيقة تربطنا علاقات وثيقة علاقات عمل مع وزارة الصحة سعادة الوزير زار بغداد أكثر من مرة نزرت أيضا أربيل أكثر من مرة واتصالاتنا الهاتفية وهذا هو الحقيقة المطلوب ضمن برنامجنا الحكومي لحكومة السيد السوداني والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والحكومات المحلية الواقع الصحي في البلد مرتبط بل الحقيقة الواقع الصحي في المنطقة وفي العالم مرتبط وأخير دليل على ذلك وجائحة كورونا كيف شفنا العالم كلية تعاون من أجل الحد من هذه الجائحة نحن أيضا في بلد واحد تربطنا أيضا أنظمة صحية واحدة ونظام صحي واحد تحديات واحدة الأوبئة واحدة وأيضا الأمراض المتشرة بالبلد متشابهة في كل مكان من بلدنا فريق واحد وزارة الصحة الاتحادية مع وزارة الصحة في الإقليم ونسعى دائما إلى حل كل المشاكل والفجوات والعقبات التي تحصل